أحب بشوية خبر رسمي من الاتحاد الأوروبي أنه يفتح الحدود مع 14 دولة خارج يعني خارجة من الوينيون الأوروبي يعني خارجة من الاتحاد الأوروبي ومبينها المملكة المغربية يعني بعد نقاش طويل مبين الأعداء دي الاتحاد الأوروبي يعني تلقوا الحدود الجوية والبرية يعني والبحرية أيضا مع المغرب نحن اللي كيخصط مع المغرب وكما كتشوفوا أنه يعني ابتداء من الأربعاء المقبل إن شاء الله رحمة 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 يمكنكم تسافروا من المنتظر أن المغرب يفتحت هو الحدود في واحد جوية ليهديهم يعني الناس رح علقاء هنا الناس رح حصلة الناس بغا تمشي كيلي بغي يمشي عند أولادو كيلي بغي يمشي الخدمة كيلي بغي يمشي الدراسة كيلي بغي يمشي الكفالة كيلي بغي تزوجت مما كيلي بغي يمشي الكفالة يعني عبر الطلبات اللي كي يجيوني ديال فيزا لانكس يجوغ رأى رأى شي حويج عمري ما سمعتهم رأى كنسمعهم كي يقول لك رأى وحليم فيهم يعني نتمنى يعني تفتح الحدود ان شاء الله رحمة 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 وكي يعني يعني يمشيوا ويلتحقوا الناس يعني بالمهم ديالهم إذن كما كتشوفوا هنايا الدولار يعني اللي غد يحصلون على الترخيص هي أستراليا كندا كوريا الجنوبية اليابان نيوزيلاندا رواندا تايلوند أوروغوي والمغرب والتونس والجزائر ولله الحمد ودول بلقان تالات جورجيا الجبل الأسود والسيربيا إذن كما شدد سفراء الاتحاد أن عملية ستكون مقرونة بجموعة من الإجراءة الاحترازية كما يحق للدول أعداء المتين على الاستقبال القادم من بعض الدول الواردة في الآحة مع إجراء تحين لهم بشكل منتظيم حسب تطور الحلاء الوبائية في تلك الدول إذن كما كتشوفوا أنهم منعوا الولايات المتحدة الأمريكية يعني باش يمشي وروسيا توركيا والسعودية لأن اعتبروا أن الوباء فيها أسوأ من أوروبا إذن كما كتشوفوا وكما كان معروف أن الوباء عندنا في شمال إفريقيا سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس يعني ما كانش بذيك الحدة الكبيرة اللي كان في الدول الأخرى ولله الحمد يعني أوروبا تفتح حدودها معنا هذا خبر موثوق بتداء من العربعة المقبل كين إجراءات غدين ندير لكم فيديو أخر باش منطورش عليكم عن الإجراءات الاحترازية اللي غدين يديروها باش تركبو في الباطو بحل الفرنسا غدين نوريكم واحد تصرح بالشرف اللي دارتو في فرنسا خسكم ضروري تقاليزي وهديوه معاكم وديو معاكم شهادة تبية بأنكم خاليين من وابع كورونا زائد تصرح بالشرف يكون غاليزي يلا تقدرو يعني تركبو في الباطو أو تركبو في الطائرة هذي ضرورية الناس اللي بغا تسافر من أجيو الناس لا تدركوا على هذا ولكن هذا يلا خرج سأقوم بإمكانكم فيديو توضيحي التصرح بالشرف كيف يمكن التصرح الشرف يختلف من دولتين إلى أخرى الدول شمال إفريقيا لا يوجد دول الأوروبية ولا يوجد دول نيو لزيلاندا يعني كل واحدين ودري لهم تصرح بالشرف رأسه سأقوم أريكم أمثلة وإن شاء الله الاتحاد الأوروبي يعلنوا عن افتساح حدوده مع المغرب ويحدد تاريخ قريبا لذلك في إنتظار إجراءة مماثلة من المغرب نتمنى الفيديو كان يكون أفادكم ونتمنى تكونوا استفتوا معنا أفاد الفيديو المغرب نتمنى ويتوى بحدة وبشدة يفتح الحدود في واحد جوية لأن صراحة الناس رأي قلت لكم رأي لها محمد رسول الله رأي المساجات اللي كانت لقا رأي مساجات خطيرة الناس كل شي يعني كله همه كان اعتقدر بزاف عن الأجوبة في الكومنتر يعني ما يمكن لش يعني كان جاوب على اللي قديت ورأي كان جاوب على كل شي غوى رأي الناس يسفتوا لي بزاف المساجات في الخاص حول أخذ المواعيد وكما كتشوفوا أننا وخاش دينا الناس والله الحمد يعني بزاف دي الباسبورات ولكن ما توفقناش أخذ المواعقيد لها نظرا يعني البلوكاج اللي كان دابا يعني مع تزويد الحالات بحل خافو يعني يحلو المواعيد ما فهمناش يعني تلقوه كما كتشوفو النه دور ولا رابا تلقوه رابا تلقت خمسة دقايق ولا عشرة دقايق ما كاملاش سدو الواباء نتمنى والناس مزيد من الصبر والفارج قريب انشاء الله الرحمن الرحيم اللي كيشوف أول مرة القناة تشترك ويدعمنا انتدهن الله في فيديو آخر مع السلامة